هل تتحول حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا إلى حرب طاقة بينه وبين الغرب؟ سؤال قد يأتي جوابه قريبا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا بوندرلاين قالت إن الاتحاد الأوروبي يعكف على النظر في سبل الحد من اعتماده على الغاز والنفط والفحم الروسي وأفدت بوندرلاين أنه من أجل تحقيق هذه الغاية سيسبع الاتحاد الأوروبي في الاتفاق الأخضر الخاص به أما مسؤول سياسة المناخ في المفوضية الأوروبية فرانس تيمير مانس فقال إن التكتل الأوروبي قد يتوقف على الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر معترفا بأن الأمر ليس سهلا ولكنه ممكن وفق وكالة رويتس فإن خطة المفوضية الأوروبية ستسعى إلى خفض هذا الاعتماد عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجان والميثان الحيوي العناصر الأخرى من الخطة تهدف وفق رويترز إلى بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أسرع وضمان ملء البلدان مخزون الغاز قبل الشتاء لتخفيف صدمات الإمداد وكالة الطاقة الدولية أكدت من جانبها أن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام إذا ما سرعت الاستعداد لذلك وهو ما قاله وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومار الذي أكد أن أوروبا لديها حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي ووفقا لمسوادة بيان فأن زعماء الاتحاد الأوروبي قد يتفقون قريبا على التخلص التدريجي من اعتماد الكتلة على واردات الوقود الأحفوري الروسي دون موعد محدد لذلك لكن الأمر قد لا يمر بالسهولة المتوقعة فألمانيا أكبر مستورد للنفط الخام الروسي ترفض فكرة فرض عقوبات فورية على امدادات الطاقة الروسية وهو انقسام ستستفيد منه روسيا لا محالة الانقسام الأوروبي بشأن ذلك لا يمنع من فك الارتباط الأوروبي بالطاقة الروسية يؤكد مختصون إذ إن أوروبا قد تستخدم إجراءات طارئة مثل إغلاق الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز من أجل التعامل مع وقف والدات الغاز الروسي بالكامل